اهلا بكم في جولة جديدة للصحف نتابع فيها ابرز ما تناولته الصحف من المستجدات المحلية والدولية البداية مع شأن المحلي حيث نتابع في بي ان ان بلومبرغ يجب على الولايات المتحدة ان تلجم روح المغامرة الروسية في ليبيا حيث تقول بلومبرغ حتى وقت قريب لم يطرأ اي تغيير يذكر على ليبيا منذ ابريل عندما هاجم خليفة حفتر ترابلوس اما الان فقد برزت قصتان مثيرتان للاهتمام وجود المرتزقة الروسي على الخطوط الامامية للحرب وتأثيرهم في الصراع على العاصمة الليبية ترابلوس بعد سبعة اشهر من المراوغة بشأن الحرب الاهلية في ليبيا منذ ما يقرب عن تسع سنوات اصبح لدى ادارة ترامب فرصة للعب دور ذي مغزا لوقفها الا انه للقيام بذلك يتعين على الادارة الانخراط في دبلوماسية اقليمية مضطربة وعدوانية ان المخاطر اكبر هذه المرة حيث تهدد روسيا بامالة ميزان القوى وتوسيع وجودها على الجهة الجنوبية لحلف الناتو ويمكن للادارة ان تردخ لنفوذ روسيا المتزايد من خلال تجميع الدول ذات التفكير المتشابه لاعطاء دفعة اخيرة لحل سياسي في ليبيا تتناقض فكرة السماح بالتدخل الروسي في ليبيا مع استراتيجية الامن القومي لادارة ترامب واستراتيجية الدفاع الوطني والاستراتيجية الافريقية لمجلس الامن القومي والتي ترتكز جميعها على منافسة القوى العظمى ومقاومة النفوذ الروسي والصيني ليبيا حالة اختبار لهذه الاستراتيجيات فاذا امالت روسيا الحرب لصالح حفتر فسوف تجرد الغرب من النفوذ في ليبيا فينبغي على الادارة الامريكية ان تلقي مزيدا من الضوء على تصرفات روسيا في ليبيا ويجب ان تهدد الولايات المتحدة بفرض عقوبات على جميع الفئة المشاركة في تقديم الاسلحة الى ليبيا ونقرأ في عربي واحد وعشرون وفد امريكي يلتقي حفتر ويحذره من الدور الروسي في ليبيا حيث افادت الخارجية الامريكية بان وفدا امريكيا التقى خليفة حفتر في عودة واضحة لدبلوماسية واشنطن في ليبيا مقابل الدور الروسي الوفد الامريكي التقى حفتر بهدف بحث وقف الهجوم على طرابلس وسيناقش الوفد كذلك سبل التسوية السياسية في ليبيا مضيفا ان المسؤولين الامريكيين اكدوا دعم بلادهم الكامل لسيادة ليبيا وسلامة اراضيها كما اعربوا عن مخاوفهم من استغلال روسيا للصراع في ليبيا على حساب الشعب الليبي وافاد الوفد الامريكي بان اللقاء ضم نائبة مستشار الامن القومي الامريكي فيكتور او فيكتوريا كوتس والسافير الامريكي في ليبيا ريتشارد نورلاند ولم تكشف الخارجية الامريكية عن المكان الذي عقد فيه الاجتماع ونطالع في صحيفة لوبوان مئة مليار دولار للإعمار السلام باهظ الثمن حيث نشرت صحيفة لوبوان الفرنسية مقالا صلت الضوء على التطورات التي عرفتها ليبيا وبسط خليفة حفتر نفوذه فيها مستخفا بأي تسوية فبعد مضي ثمان سنوات على الحرب الاهلية تتطلب إعادة إعمار البلاد سلاما سيكون ثمنه باهظا جدا وتضيف لوبوان بحكم الواقع هناك انفصال بين الطرفين ففي الرابع من أبريل قبل عشرة أيام من المؤتمر الجامع شن حفتر عملية عسكرية ضد العاصمة ترابلوس وعد حفتر حينها بغارة عاجلة وبانتصار سريع من شأنه فرض خطاباته الوطنية باستعمال القوة وبعد مرور سبعة أشهر تعد الحصيلة كارثية إذ سقط آلاف القتلى ونزح عشرات آلاف الأشخاص واستهدفت تفجيرات مخيمات المهاجرين والمدارس والمناطق السكانية وتقول لوبوان من المرافقة أو المفارقات أنه في حال انتصر حفتر في معركته فسيكون ذلك بفضل أسلحة أجنبية وطيارين أجانب ودبابات ومرتزقة وأموال أجنبية فمن أجل سيطرة على ترابلوس يستخف حفتر بأي تسوية وهو ما يفسر إطلاق هجومه على العاصمة أشارت لوبوان إلى أن مبلغ 100 مليار دولار الذي تحدث عنه البنك الدولي قد يسمح بإعادة إعمار بنغازي والمناطق المحيطة بها بـ 20 مليار وبتحذيط نظام النفط ليصل إلى إنتاج مليوني ومائتي ألف برميل في اليوم مقابل معدل إنتاج مليون وستمائة ألف برميل نقرأ في عين ليبيا أسوشيات دبريس حفتر اعتذر للولايات المتحدة عن إسقاطه طائرة مسيرة للأفريكوم وفي بوابة إفريقيا نطالع إيطاليا نعمل بجد مع ألمانيا بشأن مؤتمر برلين أما بوابة الوسط فعنونت مكافحة الأمراض يعلن توافر أطباء لعلاج مرضى الإشمانيا في تورغا ونتابع في الأناظول شركة هاتف ليبيا مواطن يقطع الاتصالات عن مناطق واسعة نشرت الرائد مقانا لكاتب الصحفي عبدالله الكبير يحمل العنوان التالي هل تنجح ألمانيا في خفض حدة الصراع حيث يقول الكبير المعلومات التي رشحت عن الاجتماع التحضيري الرابع لمؤتمر برلين حول ليبيا شحيحة ولم يصدر أي بيان صريح حول نتائجه اختصر الاجتماع على الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن في إطار محاولة ألمانيا للتوصل لتوافق بين القوى الكبرى يمهد لتوافق بين الدول الأخرى ألمانيا كثفت اتصالاتها قبل الاجتماع مع الدول المقارطة في النزاع لحثها على تقديم تنازلات تساهم في تخفيف حدة الصراع تمهيدا لعودة العملية السياسية مع كافة الضمانات لتأمين مصالحهم مع الشركاء الدوليين انعقد الاجتماع بين مندوبي الدول الخمس يومي العشرين والواحد والعشرين من الشهر الماضي ولم يعقبه أي بيان من الدولة المصدفة أو المبعوث الأممي لليبيا وتردد أن الخلافات الأمريكية والروسية لم تحسم وكان النقد البريطاني لتدخل الروسي حادا جدا لذلك لم يتساعد دخان الأبيض إلى سماء برلين ويضيف الكبير روسيا ما زالت تردد نفس روايتها الرسمية بنفي تدخلها بدعم أي طرف في الصراع فيما تؤكد تقارير عديدة تنامي الوجود الروسي على الأرض من خلال شركة فاغنر مع احتراف الناطيق باسم حفتر بالوجود الروسي بين صفوف قواتهم تصريح المسماري ربما يكون توطئة لظهورهم المعلن في الأزمة الليبية ما ينظر بتطور خطير في الصراع تتراجع فيه الأدوار المحلية لتقتصر على إبرام العقود ومنح التراخيص لمن يرغب في الاستثمار في الصراع الليبي حفتر لن يفكر كثيرا في عواقب هذه الخطوة فالمغامرة التي قذف بنفسه في أتونها برفضه كل الحلول السياسية ونسفه للملتق الوطني الجامع ستدفعه إلى البحث عن أي حليف قوي يساعده في القضاء على كل الخصوم والصعود لسدة الحكم ويختم الكبير بالقول لا يبدو أن اليأس نال من الألمان ففرص عقاد المؤتمر لا تزال قائمة لكنهم وضعوا شروطا كي ينعقد المؤتمر أولها تعهد كافة الدول المشاركة بالالتزام بتوصيات قرار أممي ومن الملاحظ أن هناك تراجعا في الجهود الدبلوماسية بينما تتزايد حركة الطيران العسكرية بكافة أنواعه في سماء ليبيا ويتساءل الكبير هل نحن على أبواب مستوى أعنف من الصراع الدولي والإقليمي حول ليبيا أما تفلح جهود ألمانيا في التوصل لتسوية تخفض من حدة الصراع المسلح اشتركوا في القناة ولمناقشة أبرز ما جاء في المقال نستضيفه عبر الأقمار الاصطناعية من مدينة طرابلس الصحفي جمال عبد المطلب بداية أهلا بك أستاذ جمال في برنامج بنوراما الصحافة أهلا وسهلا أستاذ زياد أستاذ جمال نعم أستاذ جمال شكرا جزيلا لك أستاذ جمال بداية لنقرأ المقال بصورة أوضح نبدأ من التدخل المباشر في القضية الليبية هل تعتقد وحسب وجهة نظرك أن للقوى الدولية الفعالة في مجلس الأمن نخص هنا القطبين روسيا وأمريكيا هل لهم الإمكانية في الوقف الفوري للحرب المندلعة جنوب طرابلس ابتداء أنا في تصوري أن الألمان يعني نبدو بالإجابة الإجابة أعتقد بالنسبة للأمريكان تحركوا وأخرجوا الملف الليبي من الأرفف كان مهملا وكانوا يؤجلون الأمر لأسباب سبق من ذكرناها والإنشغال الإدارة الأمريكية والرئيس الأمريكي بقضايا مهمة جدا على رأسها التحقيقات مع الرئيس والانتخابات وأشياء أخرى ولكن المعلومات تقول بأن هناك خبراء واستراتيجيين اقتصاديين وأمنيين ويعني نبهوا الإدارة الأمريكية ونبهوا الرئيس ومجلس الأمن القومي ووزارة خارجية من خطورة الاستمرار في إهمال الملف الليبي فتحركوا الأمريكان وآخر تحركاتهم زيارة الوفد رفيع المستوى لحفتر قبل يعني في البداية طلعوا قرار من وزارة خارجية رسالة ولكن الآن زيارة واللقاء الذي ذكرتموه في تقريركم أعتقد أن الأمريكان أصبحوا جادين في مسألة خطورة الأمر ولإقناع المختصين في الشأن الليبي لأهمية ليبيا كموقف وعدم ترك الفراغ يدخل فيه الروس وغيرهم أما الروس أنا شخصيا كمتتبع لهم من زمان من أيام الاتحاد سوفيتي لا أتق فيهم لا أتق دائما يتبعون نفس السياسة التي تعملها فرنسا ومصر والإمارات يقولون يعني يظهرون يلعبون دورا مزدوجا نحن مع الحل السياسي ولكنهم في تصور مازال سادرين في غيهم في دعمهم لحفتر يلعبون الأوراق الأخيرة نعم سيد جمال نعم لكن لو سمحت لي فللوقوف عند هذه النقطة أن الروس يقولون نحن مع الحل السياسي التي أشرت إليها لكن المسماري أنا تقرسمي باسم قوات حفتر قال بأن قوات عملية الكرامة قوات حفتر تضم بينها ضباط روس ما مصير هذا التصريح بين جنبات الدبلوماسيين بين القوى الفعالة على المستوى الدولي هذا التصريح يعتبر خطير جدا في إدانة روسيا التي تقول لطالما أنها تدعم الحل السياسي وأنها لا تدعم أي طرف دون الآخر في ليبيا نعم تصريح مهم جدا هذا طبعا في نقطة ابتداء المسماري لا يتكلم لا يفقه هو شيء ولا يفقه ولا ينفع أن يكون ناطق باسم جيش ولا أي شيء مش مؤهل هو أعتقد أن الدور في خلاف ما بين الدور الداعمين لحفتر الإماراتيين والمصريين الإماراتيين بدأوا يضيقون درعا بحفتر يعني بدأ في فريق لأن الإماراتيين يشتغلون بمستشارين حرفيين ومهنيين من العالم شركات حفتر أعطي أكثر من فرصة ودعمة إلى أقصى مدى بدأوا الإماراتيين يتجرون منه ويبحثون عن البديل والدليل زيارة عبدالله بن زايد إلى واشنطن للتسويق لعرف النايب المصريين رجلهم حفتر مازال يمارسون العبط والغباء والعناد ويلعبون دورا مزدوجا وبالتالي أعتقد أن التصريح المسماري هذا توطئ مثل ما أشار المقال لاعتراف بأن هناك معنى قوة دولية من باب التهديد وأعتقد أنه نصيحة من المصريين وأعتقد أنهم لم يستشيروا الروس والروس سينزعجون منهم لأن وزارة خارجية الروسية باستمرار مساعد وكيل وزير خارجية روسيا أنكر ذلك فهناك تطور لكنني سأختم هذه النقطة بالألمان يعرفون أن لنجاح المؤتمر لا بد من جلب الروس على الطاولة وتطمينهم واستغلال العلاقات المتميزة ما بين ألمانيا الاقتصادية ما بين ألمانيا وروسيا ماريكل على تواصل مستمر مع بوتين وتحاول أن تطمئنه والسراج حاول أن يطمئن الروس أعتقد أن مازالت هناك مشاكل مثل ما أشار الأستاذ الكبير في المقالة ما بين الأمريكان والروس في مسألة إنجاح هذا المؤتمر نعم هذا يشير أيضا إلى عدم يأس ألمانيا في احتواء كافة الأطراف أو كل الأطراف خاصة بعد الاجتماع الذي عقد في العشرين أو الواحد والعشرين من الشهر الفارط ألمانيا تحط كافة الأطراف على حضور هل تستطيع ألمانيا أن تجمع كل القوى الدولية لتوافق لوضع توافق نهائي خاصة أن الشرط الأساسي لألمانيا لعقد مؤتمر برلين أن تلتزم كل الأطراف بما سيخرج عن المؤتمر بتوصيات أعتقد أن ألمانيا تستطيع ذلك لماذا؟ لأن أولا لمكانتها الدولية القوى الاقتصادية تمارس سياسة متوازنة محايدة هي ما عندهاش سوابق في دعم طرف معين لها تأثير في أوروبا علاقات ممتازة مع الولايات المتحدة وزير خارجيتها نسق وذهب للولايات المتحدة ونسق مع الأمريكان وأشار أن الأمريكان سيدعمون وطلب منهم الدعم باعتبار الأمريكان هم الذين يستطيعون أن يلجموا حفتر ويلجموا الإماراتين والمصريين وألمانيا علاقات متميزة مثل ما أشرنا مع الروس ألمانيا عندها دبلوماسية راقية جدا ومثل ما أشرت أنا في تحليلاتي السابقة منذ خسرتها في الحرب العالمية الثانية بدأت تشتغل اقتصاد وسياسة وعلاقات ممتازة مع الجميع والتفتت إلى بيتها الداخلي حتى أصبحت الدولة الثانية أو الثالثة في العالم وأعتقد أن الألمان يشتغلون ويطبخون هذا الأمر على نار هادئة ولا يريدون أن يجازفوا بمؤتمر فاشل واستفادوا من تجربة مؤتمري باريس وباليرمو وأبوظبي ويعني يحاولون الآن يبدلون الجهد نقطة حتساعد الألمان مهمة جدا أشرنا لها في الأسبوع القبل الماضي القوات مجهدة قوات الوفاق وقوات حفتر مجهدة أكتر وتأكلت قواته ويستخدم في أساليب يائسة جنجويد وروس وقناصة إلى آخره المرتزقة تاريخيا لا يحسمون معارك يستطيعون أن يغتالوا أن يعملوا انقلابات يعملوا مشاكل لأنهم ما عندهمش قضية ويقاتلون من أجل حفنة من الدولارات ويريدون أن يعودوا إلى بلدانهم وإلى زوجاتهم وإلى خليلاتهم وإلى بيوتهم وبالتالي أختم أن الألمان نعم أستاذ جمال بادلين الجهد وما يأسوش ولن يبدأ هذا المؤتمر إلا بضمانات شكرا جزيلا لك وضحت صورة أستاذ جمال عبد المطلب الصحفي كنت معنا عبر الأقمار الاصطناعية من مدينة ترابلس والآن نتابع أبرز ما جاء عبر وسائل التواصل الاجتماعي مع فقرة منصات حيث علق علي فدان على اعتدار حفتر للأمريكان عقب إسقاطه طائرة للأفريكوم إذا صح اعتدار حفتر للأمريكان عن إسقاط طائرة الأفريكوم فهذا يمكن اعتباره ضمن الحرب بين الروس والأمريكان على الأراضي الليبية بعض الضربات على المرتزق الروس كانت موجعة على ما يبدو فكانت ردة الفعل بإسقاط الطائرة حفتر أصغر بكثير من أن يعتذر للأمريكان فهو ليس ندا لهم البتة إنه صراع الفيلة ولعبة عبد الأصابع والضرب تحت الحزام وعلق فراج دردور على ذات الموضوع بالقول حفتر يعتذر لأمريكا على إسقاط طائرة تصوير أسقطها الجنود الروس الدائمين له بينما يقتل الليبيين يوميا ويتوعد بمزيد من القتل والدمار وكتب طاهر جنور عبر صفحته قائلا صفحات الاتحادات الرياضية على مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت لنشر أخبار الوفيات والتعازي ولسان حالهم يقول عظم الله لكم الأجر في الرياضة الليبية بالانتقال إلى الشأن الدولي نقرأ في عربي بوست اشتباكات وإطلاق نار في لبنان وأنصار حزب الله يحرقون خيام المعتصمين ونتابع في النهار العفو الدولية 143 قتيلا على الأقل في احتجاجات إيران ونطالع في شرق الأوسط حرائق في ذيقار وقطع طريق أو طرق وجسور في البصرة كما نقرأ في دوتشيفيل ثغرة أمنية خطرة حدث الواتس أب على هاتفك الآن حيث يستمر واتس أب حاليا في مواجهة الثغرات الأمنية والأخطاء في التطبيق إذ كشفت الشركة عن ثغرة قد تسمح لأطراف آخرين بالوصول إلى الهواتف الذكية وحتى إيقافها عن العمل تماما فكيف يمكنك حماية هاتفك حيث كشفت شركة فيسبوك عن ثغرة أمنية في تطبيقها واتس أب مما قد يسمح للقراصنة الإلكترونيين بتعطيل الهاتف الذكي بالكامل أو تثبيت تطبيقات أخرى دون ملاحظتها هذه التغرة الأمنية في النظام تمكن المخترقين من تشغيل ما يسمى بتجاوز سعة التخزين أو المخزن المؤقت في كود الواتس أب عن طريق ملف MB4 وهو خطأ برمجي يسمح بتجاوز السعة التخزينية المخصصة وبمجرد القيام بذلك يتمكن المخترق من الوصول إلى محتوى التخزين ثم تشغيل التطبيقات الخاصة به أو إقاف تشغيل الهاتف الذكي دون ملاحظة المستخدم وقد أعلن واتس أب أنه تمكن من حال المشكلة بالفعل من خلال تحديثات جديدة لإصداراته وعلى العملاء التأكد من تثبيت النسخة الأخيرة دوما من التطبيق لضمان حماية أكبر في المستقبل ونختم جولتنا في الصحافة برسومات الكاريكاتير إلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة